الفنان ياسر الزنكلوني تخرج في كلية تجارة جامعة عين شمس وبدأ مشواره من خلال مصرح الجامعة كمان شارك في العديد من المصرحيات بالهنجر بدأ ياسر مشواره مع الدرامة التليفزيونية عام 2006 من خلال مسلسل حنان وحنين مع النجم العالمي عمر الشريف ليشارك بعدها في عشرات المسلسلات وشارك ياسر الزنكلوني كمان في رمضان السنة دي في مسلسلات زي النهاية مع النجم يوسف الشريف والفتوة مع النجم ياسر جلال واللي هيكلمنا عنه حالا دلوقتي في اللقاء اللي جاي وعن أهم كمان أدواره للدرامة التليفزيونية في الفترة الأخيرة تعالوا نشوف هذا اللقاء مع بعض الحمد لله ربنا كرامي السنة لفات كنت بشارك في الفتوة مع الفنان ياسر جلال وأستاذ حسين من اباوي كان مسلسل الحمد لله ناجح جدا وكان الرهان على عودة الأسرة لمشاهدة باقي الدرامة الحقيقية المصرية بقى اللي بتعبر عن الشارع المصري زمان والحمد لله المسلسل لقى نجاح لأن كمان الكرو كان هايل يعني وكان فيه صورة حلوة ودرامة حلوة وتمثيل عالي كنت عامل شخصية عواد واحد من المشاديد المشاديد اللي هم الفتوات اللي كانوا بقى بيغيروا على المناطق الأخرى وبيدفعوا عن منطقتهم وهكذا بس هي كانت شخصية فيلنا شوائية طبيعة الدور وفترة زمنية احنا كنا منتقلم في مئة سنة ما قبلي يعني في بدايات الف وتسوصة طبعا 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 وكان بقى السلاح في الوقت ده كان العصاية بقى ما قبلي طبعا من الحاجات الزبط علقة في سلسلة دم كامل في الزبق أخ كبير البخيل عمرام في قفرد الهاب وعمل كتير الحمد لله بعد فتوة عملت يعني آخر حاجة عملتها مسلسل رد اعتبار في التلفزيون السعودي على قنوات الماسة ده بطولة مطلقة الحمد لله مسلسل سسبنس وفي جريمة وحاجة مشوقة جدا جدا ده بطولتي الحمد لله أنا ومجموعة المسرين مصريين بعمل آه فيلم رؤي قصير كده بجهزه المهرجان إن شاء الله ده تأليفه بطولة الفنان مهما كان محترف في نهاية عنده جزء هواية كده آه آه بالزبط بالزبط زي فكرة المسرح اليوم اللي احنا جايين ندعمه النهار ده طبعا ندعم الشباب الهاوي ونتش جاليهم طبعا طبعا نهنا دي البداية أصلا بتاع تعي فناني قدم الفنان ياسر الزان كلوني كمان عدد كبير من المسلسلات منها عدد تنازلي صاحب السعادة واللي قدمه في رمضان 2014 مع الزعيم عيد الإمام واللي قدم معاه كمان أستاذ ورئيس قسم وعوالم خفية كمان قدم الزان كلوني في 2015 مسلسل وش تاني وزهاب وعودة وحق ميت وحارة اليهود وكمان قدم الزيبك وكفر دلهاب وهربانة منها في رمضان 2017 كمان قدم ياسر الزان كلوني في رمضان 2018 نسر الصعيد ودد مجهول وشارك في رمضان 2019 في مسلسل ولد الغلابة مع النجم أحمد السقى وتعالوا مع بعض دلوقتي نكمل لقاءنا مع الفنان ياسر الزان كلوني واللي هيكلمنا عن أهم النجوم اللي تعامل معاهم وكمان كانوا القدوة بالنسبة له في عالم الفن تعالوا نشوفها يقول لنا إيه من خلال هذا اللقاء نزال مثل أعلى بالنسبة لي نجيب رحاني تشال شابلن ونجيب رحاني يعني دول بالنسبة لي آيكونات في الفن طبعا فنان الكبير أحمد زاكي طبعا الله أرحمه وكل فنان مخلص يعني أنا برضو فيه مواصل قوي جدا 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 دايما بساش بيه اسمه عدلي كاسب غول تمثيل اه ما خادش حقه طبعا بس قامة كبيرة جدا محمود الميليجي ولو اختزلنا الموضوع في اسمه واحد يبقى نجيب رحاني بالنسبة لي عملت في المصر حاجة شابه اه شابه نجيب رحاني وشابه فؤاد المهندس عملت طبعا الكوميديا سودا أصلا هي بتستهويني جدا جدا يعني الكوميديا الموقف اللي ليه علاقة المفارقات المبين الشخصية وما بين اللي بيحصل حواليها اه وبيبقى فيه دايما نظرة نظرة انسانية في الموضوع مش مجرد نقطة وخلاص يعني الدور اللي نفس اعمله هو الدور اللي انا لسه ما عملتوش ده الدور اللي انا نفس اعمله اه بحب ايه انا بحب حالة التمثيل ككل فانا بستمتع جدا في الكوميديا ببقى في غاية سعادة انا بعمل حاجة تراجدي لها فيها مشاعر وحزيز اه هو التمثيل كله حالة حالة مفعلية في يعني داين بقول الممثل ده شخص محظوظ لانه بيجرب ان هو يعيش كل اللحظات وكل الحالات في حين البنيادم او الشخص العادي بيعيش حياته بس يعني عن مستوى الشخصي بتمنى ان انا الحمد لله يعني حقل انا لسه بحقتوش بتمنى اني اسيب تاريخ